اشتركوا في القناة كان مغيم جسعيا ليلة ان شاء الله يتواصل تقص مغيم جسعيا يكون احيانا كثيف السحب مع امتار في الشمال ومحليا في الوسط والجنوب مع العلم ان الامتار تكون مؤقتا رعدية في اقصى الشمال الريح ليلة من القطاع الشمالية تكون قوية قرب السواحل الضعيفة في معتاد لداخل محاطق البلاد البحر يكون مضطرب في اغلب المجالات ودرجات الحرارة بين الستة والعشر درجات في المرتفعات وبين العشرة والخمستاشن درجة في بقية الجيهات بالنسبة للغدوة ان شاء الله غدوة بعض السحب العابرة تقريبا في اغلب الجيهات احيانا تكون كثيفة ومرفقة بامتار في الشمال وفي اقصى الجنوب درجات الحرارة اكتشفة مع بعضنا غدوة في الوطن القبلي ستاش في قليبية ثمنتاش في نابل ثمنتاش في تونس الكبرى سبعتاش في بنزرد ستاش في باجة أربعتاش في تبارقة ستاش في جندوبة قلف الكيف وتاله أربعتاش وأفاشن درجة يوم الغد سليانة خمستاشن درجة زغوان سبعتاش في المدن الساحلية توقع ثمنتاش في كل من سوسة المنستير والمهدية سفيقس وقارقنا على شوية تسعتاشن درجة أعلى بالوسط بالقيروان عشرين درجة يوم الغد ثمنتاش في سيدي بوزيد ستاش في القاسرين ثمنتاش في كل من قفصة وقبس عشرين في توزر وقبلي وبالنسبة لمناطق الجنوب شرقي جزير جيربغود ونسجلوا فيها إن شاء الله الستاش من درجة ثمنتاش في المدنين سبعتاش في تتاوين وستاش في ارماد بالنسبة للملاحة والصيد البحري يوم الغد في سيرات وخاليج تونس الريح بشتكون عموة من القطاع الغربي سرعتها بين الخمستاش والعشرين عقدة مؤقتا خمسة وعشرين عقدة والبحر يكون متماوش في السواحل الشرقية ومطاقة خاليج جابس الريح بشتكون من القطاع الشمالي سرعتها في خارج الحمامات والشبه بين الخمستاش والعشرين عقدة مؤقتا خمسة وعشرين عقدة والبحر يكون مترب وفي خاليج جابس سرعتها بين الخمستاش والعشرين عقدة والبحر يكون أيضا مترب درجة الحارة في بعض المدن العربية والأجنبية الأخرى أربع وتعثين درجة غدوا في نكشات ثمانتاش في دالبيضاء ثمانتاش في الجزائر وفي درابلوس تسعة عشرين في الخرطوم عشرين في القاهرة في البقاع المقدسة يوم الغد متوقعين 23 في المدينة 31 في مكة 18 مع أمطار في مسكة 21 في أبوظبي صحب في الدوحة 19 درجة 18 في الكويت 15 في بغداد 11 في دمشق 16 في بيروت 13 في القدس الشاري في اسطنبول 18 درجة نمشي شوية الأوروبا 4 درجات في فيانا 15 في روما 8 في برلين أمطار في يمستردام وبركسل وبريس 9 درجات أيضا مع أمطار في جوانا 13 في مرسيليا 9 في مدريد وخمستاش في لاشبونة تطورات الجوية للأيام القليلة المقبلة يوم الثلاثاء سحب تكون عابرة وأحيانا كثيفة في المناطق الشمالية الريح تتواسط من القطاع الغربي تكون قوية قرب السواحل الضعيفة في معطقة لدخل مناطق البلاد البحر يكون مثرب بيصبح شديد الاثراب في السواحل الشمالية يكون متموش في بقية السواحل ودرجة الحرارة بين الستاش والواحد وعشرين درجة نتعدى اليوم الأربعاء يوم الأربعاء سحب عابرة في أغلب الجهات الريح من القطاع الغربي البحر يكون مثرب في الشمال لقل الاثراب في بقية السواحل وبالنسبة لدرجة الحرارة فنسجل ارتفاع تفيف حوقات الشروق والغروب بالنسبة الغدوة غدو إن شاء الله الشروق على الساعة السابعة وخمس وعشرين دقيقة والغروب على الساعة الخامسة وتسعة وثلاثين دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات تجمع التسطبين رقم وزع صوتي ثمان وثمانين أربعين أربع صفار تخليل إرساد قصير على الخمس وثمانين منيو وخمس وثمانين وإلا تزورنا على موقع الويب 3d ومتيو بونتان نوفر بأوقات السلاحة غدو إن شاء الله الصبح للساعة الخامسة وتسعة وثمانين دقيقة ظهر منتصف النهار وتسعة وثلاثين دقيقة العاصر على الساعة ثلاثة وثلاثين دقيقة المغرب على الساعة الخامسة وتسعة وثلاثين دقيقة وإخيرا إن شاء الله العشاء على الساعة السابعة وتسعة دقيقة قائزين مشاهدين شكرا حسما متابعة والاهتمام إلى اللقاء شكرا